حالة الفرحة والبهجة عنوان كبير لمهرجان العالمين ويمكن الصور عملت جيلنا كده تباعا من مهرجان العالمين النهاردة وأولى الحفلات الغنائية للفنان الجميل تامر حسني ويعني الحقيقة حالة من قبال الجماهير الكبير اللي حضراتكم شايفينه من كل الأعمار جاية تحضر وتغني وتتبسط وتحتفل وتتابع حفل الفنان تامر حسني وإحنا الحقيقة يعني بنحاول على قد ما نقدر نحن ننقل لحضراتكم حالة البهجة والفرحة الموجودة في العالمين على مدار الساعة وعلى مدار كل أيام المهرجان وكل الفعاليات اللي بتحصل هناك اللي مستمرة معنا لحد نهاية شهر أغسطس والحالة يعني الجهود الكبيرة اللي بتتعامل في مدينة العالمين يجعلها قبلة ووجهة سياحية مميزة جدا لكل عشاء السياحة من بر مصر كمان مش بس لنا كمصريين الحقيقة نحن كلنا على مدار السنين اللي فاتت وإحنا بنشوف منطقة العالمين ولو سألت أي حد هل ممكن كان المنطقة دي وإحنا كنا بنبصرها ومش عارفين المنطقة دي بالنسبة لنا بنسمع عنها ونقرأ عنها أنها مجرد حق الألغام موجود من الحرب العالمية وإزاي ده كان ممكن يكون مكان سياحي أو مدينة سياحية لأنه ما أعتقدش أن حد فينا ما قالش النفسه حرام المكان دي يكون موجود كده على البحر وغير مستغل حرام كل المساحة دي مستحيل تكون يعني بس زي ما احنا شايفنا كده مجرد بقايا للحرب العالمية وما بيحصلش عليها أي تطوير أو أي تحديث وإحنا عارفين البحر هناك عمل إزاي وعارفين الرمل هناك عامل إزاي الحياة أنه كان بالنسبة لنا بنشوف أنه ده اللي بيهتم أصلا وبيبص كان شايف أنه صعب أو يمكن مستحيل لكن الحياة من اللي بنشوفه دلوقتي على أرض الواقع ما حدش يقدر أبدا ينكره أنه الصعب والمستحيل اللي احنا بنتكلم عليه ده بقى واقع أو حقيقة موجودة في العالمين وشايفين مدينة سياحية تضاهي كل المدن السياحية العالمية الموجودة على شاطئ البحر المطاوس